السلام عليكم وعليكم خلال رحمة الاسكيب ونقدم لكم حلقة ملاشطة اخبار جديدة ونبتدي الحلقة دي بالكلام عن اه مجموعة من اهم الاخبار بتاعت الاسبوع اللي فات وكان اموم بالنسبة لي الحقيقة هو او باتلفيلد جديدة هما ما قالوش بالزبط اسم اللعبة هيكون ايه او هيكون مسلا في رقم ولا ايه بالزبط ولا هيخلوها اسمها باتلفيلد كده بس يعني انا انا عندي احساس ان هما يسموها باتلفيلد كده وخلاص لكن في اجتماع المستثمرين عملوه اي 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 وبالاضافة للتصرحات صحفية من اه فينس زامبلا فينس زامبلا لو محدش يعرف هو مين هو كان مؤسس الستيديو بتاع اه ريسبون وهو استلم عملية ادارة سلسلة باتلفيلد من بعد اللي حصل مع لابة وفيه استيديوهات كتيرة يمكن فيه اربع استيديوهات شغالين على اللعبة في حالي طبعا بشكل اساسي منهم اه استيديو دايس وفيه استيديوهات تانية مساعدة زي موتف على سبيل المثال فالفكرة ان هما قالوا ان اللعبة هما عاوزين انها تكون رجوع للحالة المثالية تاعت السلسلة نفسها وفي وجهة نظرهم الحالة المثالية دي هي باتلفيلد سري وباتلفيلد فور وده من خلال انها مش هيكون فيه رجوع للنظام اللي هما قدموه في تونتي فورتي تو هيكون فيه رجوع للنظام بتاع الكلاسز الكلاسز اللي احنا كنا عارفينهم اربعة وخمس كلاسز هما اللي هيتقدموا في اللعبة اللي جاية ده بالاضافة ان عدد الناس اللي بلعبوا في كل جيم هيكون اربعة وستين شخص مش مية تمانية وعشرين زي ما كان في تونتي فورتي تو وهم عاوزين التجربة بتاعت اللعبة تروح اكتر لانها تكون بتقدم اللحظات اللي فعلا الناس كانوا بيحبوا السلسلة عشانها وان هما من الاخر عاوزين يقدموا للناس اللي بلعبوا اللعبة عاوزينهم يعني دي نقطة يعني مهمة جدا يعني نحطها في اعتبارنا لحد لما اللعبة تنزل ونشوف هما فعلا هيقدموها صح ولا لأ دي بالاضافة للمعلومات التانية اتقالت عن اللعبة بس المعلومات دي جاية ممكنقول بشكل زي اشعة او ان يكون فيه زي التسريب اه من توم هاندرسن طبعا هو كان اول واحد اتكلم عن وجود لعبة زي باتل فيل تونتي فورتي تو اه مهم هو قال ان اللعبة هيكون فيها خمسة اربعين سلاح اول ما تيجي تنزل عشر خرايط هيكون فيه باتل رويل مجاني يمكن هما مش عاوزين يقرروا الغلطة بتاعة اه اللي هو جانب اللي كان موجود في وحتى اللي هو اللي كان موجود في برضو يعني كان في ناس كتير بيقولوا ان مفروض حاجة زي كده كانوا يقدموها بشكل مجاني او بشكل جانبي وما تكونش ضمن اللعبة الاساسية ده بالاضافة ان فيه تغييرات اكتر للنظام التدمير في اللعبة وان هما يعتمدوا على حاجة اسمها ان التدمير في اللعبة هيكون مبني على العيار بتاع آآ رصاص او العيار بتاع آآ اي نوع نوع زخيرة انت بتستخدمه وهيختلف على حسب القوة العيار ذات نفسه فاوكي كلام جميل وكويس لحد دلوقتي بس فكرة نفسها ان انا شخصيا كواحد بيحب سلسلة زي باتل فيلد انا عندي يعني التعليق وهو حد فيكم نلاحظ ان دايما آآ مؤخرا كده لما بيجوا يتكلموا عن اي لعبة اونلاين بالذات وبيتكلموا عن المميزات بتاعتها تحسوا ان هما ماشيين بنظام شايفين احنا فشلنا ازاي في اللعبة اللي قبلها احنا مشان تكرر الفشل ده تاني اللي هو بدل ما تحاول انك انت تقول لي ايه الجديد اللي انت بتقدمه في اللعبة ايه اللي انت بتحاول تطور به سلسلة لا انت بتقول ان انا عملت غلط كزا وكزا 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 في اللعبة اللي فاتت والغلط ده مش هتكرر وانا هرجع الممكن واللي كنت انتو بتحبوه قبل كده اوكي دي حاجة مش وحشة انا شايف انك انت اي سلسلة لازم انك انت تكون محتفظ بالكور وبالاساس بتاعها لكن فكرة انك انت تفشل وبعد كده ترجع انك انت تحمس الناس بانك انت مش هتقرر الفشل انا ممكن يكون زهقت من الموضوع ده انا زهقت من الموضوع ده وحتى يعني انا استغربت منهم ما مش هيفضلوا يقدموا موضوع مية تمانية وعشرين شخص في نفس الجيم انا كنت متوقع ان ده حاجة هتكون مستمرة وده مفروض انه هو اللي كان يحصل للسلسلة انك انت تكبر عدد الناس تحاول انك انت تدخل الناس في تجربة فعلا ان هم في معركة ضخمة لكن اه رجوع الاربعة وستين شخص انا شايف ان الموضوع في باتلفيل تونتي فورتي تو ما كانش مشكلته العدد الكبير كان مشكلته تصميم الخرايط فيه حد جوا دايس فتح المحرك قعد على الكيبورد وقال هي انا عملت خريطة فالمشكلة كلها كانت في تصميم الخرايط ان الخرايط ما كانش فيها ما كانش فيها حاجة تخلي الناس يقدر ان هم يتحركوا ما بين الابجيكتفز ويكون الخريطة يتحس انها مليانة بالناس لا انت بتنوزعهم في كلاسترز كده بعيد عن بعض فانا بالنسبة لي كواحد بيحب سلسلة زي باتلفيلد والسلسلة دي بالنسبة له ممكن تكون مهمة جدا يعني انا كلمت كتير جدا قبل كده عن اهمية سلسلة باتلفيلد بالنسبة لي باتلفيلد سري ممكن تكون اكتر لعبة اونلاين انا لعبتها انا طريبا لعبت بتاع الف ساعة في باتلفيلد سري على الاكس بوكس ري سيكستي كمان فاللي هو فكرة ان انا مش هاعد اتحمس للكلام ده الا لما اللعبة تكون في ايدي مش حتى اقول لكم ان انا اشوف فيديوهات لما اللعبة تكون موجودة في ايدي احنا فاكرين كويس جدا بداية الدعاية ان الموضوع كان يحمس واهم قتلوا حماس الواحد تدريجيا لحد لما لعبنا البيتا واللعبة نزلت لكن اللعبة تنزل نشوف موضوع الكميونيتي سيرفرز اللي هم عاوزين يعملوها اللي من خلالها نرجع بال ايام السيرفرات اللي كنا بنقض نتست فيها اللعبة وبنجرب فيها الابديتس والكلام ده وانا اتمنى ان حاجة زي كده فعلا تؤدي في الاخر لان احنا نشوف لعبة محترمة لعبة فعلا ترجع اسم السلسلة دي ومع اني برضو انا عارف ان الافكار بتاعت الالعاب الخدمية اللي موجودة في الوقت الحالي هتتسلل اللعبة دي باي شكل من اشكال ده اه يعني ممكن لو سمحتوا تعملوا لعبة اه ان انا استمتع باللعبة في اي وقت بالمدة الزمنية اللي انا عاوز لعبة يعني مثلا لو انا عاوز لعبة ساعة واحدة في اليوم ولا عاوز لعبة في الويك اند مع صحابي او حاجة زي كده ممكن تعملولي لعبة بالشكل ده مش لعبة مبنية على نظام الفهم وان فيه مثلا سلاح عشان تفتحه لازم انك انت تلعب مش عارف ايفنت الايفنت ده من يوم كزا اليوم كزا وتخلص تحديات عشان تفتح السلاح ده بانك انت تقلت المتين واحد بانك انت تضربهم في صباح رجل يوم الصغير ياريت ان هما ما يعملوناش لعبة زي كده انا عاوز للعبة انا عاوز نظام فتح اسلحة بنفس النظام الواحد كان متعود عليه واضافة محتويات جديدة متجيش على حساب وقت الواحد وان هو فعلا لازم يفضل طول الوقت عادي يلعب اللعبة كان واجب مدرسة اه ولا تسك بياخده في الشغل طيب الخبر بعد كده هو كان واحد من اكتر الاخبار اللي كان فيه نقاش عليها في الفترة اللي فاتت وهو بخصوص لعبة كونكورد كونكورد بترجع تاني ان احنا نتكلم عنها آآ من بعد لما اللعبة خلاص تعتبر اتدفنت من سوني لكن النقاش حوالين اللعبة رجع تاني بسبب ان فيه آآ هو كان صحفي آآ كولان موريارتي هو في الوقت الحالي بيقدم زي بودكاست ولو ما حدش يعرفه هو كان شغال في اي جي ان زماني يعني اعتبر آآ كولان موريارتي من اقدم الناس اللي كانوا شغالين في اي جي ان هو وجريك ميلر وبعد لما طلع من اي جي ان عملوا القناة بتاعت آآ كايندا فاني جيمز وبسبب طبعا خلافات بين وبين جريك آآ ممكن اقول اتطرد بشياكة كده من آآ كايندا فاني جيمز وفي الوقت الحالي هو آآ عامل كزا بودكاست مع آآ ناس من صناعة محتوى اجانب فهو ما عادش صحفي هو حتى قلب نفسه ان هو ما عادش بيغطي آآ او بينقل اخبار او ان هو مثلا عنده مصادر وبينقل مثلا آآ اخبار او اشعاعات او تسريبات من خلال المصادر دول بس هو بيقول ان في حد من المطورين اللي كانوا شغالين على لعبة كونكورد آآ تواصل معاه وقال له ان اللعبة آآ مشاكل بتاعتها يعني كانت بسبب حالة من اللي هو بمعنى ايجابية سامة ان ما كانش فيه اي نوع انواع تقبل الانتقادات جوه للمشاكل الموجودة في اللعبة آآ ده بالاضافة لان اللعبة نفسها ممكن تكون كانت في حالة اللي هو ان اللعبة طلعة باقل قدر من المميزات اللي هو تخليها انها شغالة وبعد كده لما بتنزل بقى يبقى يحسنوا بقى التجربة بتاعتها وينزلوا لها بقى محتوى والكلام ده اللي هو آآ اللعبة خدمية يعني خد شفنا علعاب خدمية كتير جدا بالشكل ده لكن النقطة الاهم اللي هو اتكلم عنها واللي كانت اثارت جدال بشكل كبير هو موضوع ميزانية اللعبة سوني قبل ما تشتري فاير ووك استيديوز المطورين للعبة كانوا هم مملوكين من شركة تانية اسمها آآ الشركة دي كانت متأسسة من الناس كانوا شغالين في بانجي ومفروض ان اللعبة وقت لما كانت بتتطور كانت حالتها ممكن تكون سيئة جدا مع مالك القديم طبعا وكان مصروف عليها ميتين مليون دولار بعد كده لما سوني اشتروا الستيديو صرفوا هم كمان ميتين مليون دولار زيادة على اللعبة فاللعبة كده متكلفة ربعمية مليون دولار في التطوير فالرقم فعلا ممكن يكون مرعب الرقم ممكن يكون يخوف ان اللعبة طبعا مصروف عليها المبلغ ده انا زي ما قلت لكم من شوية ما عدش شغال صحفي بقى له خطرة طويلة وانا مش بحاول ان انا اقول ان هو كذاب بس يعني الراجل ما عندوش الراجل ما عندوش حاجة نبص عليها ونقول اه ان هو الكلام ممكن يتصدق مش زي مسلا مسربين تانيين ولا الناس دايما اللي احنا بنجيب سيرة اسميهم لما بنتكلم عن اي تسريبات واشعات ولكن انا في حاجة واحدة شفت سوني عملوها في الفترة اللي فاتت تخلييني اقول والله في احتمالية النموك يكون المبلغ ده فعلا اتصرف على اللعبة لان تكاليف تطوير الالعاب عند سوني بتتضخم بشكل مش طبيعي فاكرين انتو في ديسمبر اللي فات لما حصل تسريب لمعلومات واميلات ونسخ تطوير من الالعاب بتاعت انسومنيا جيمز كان في وسط التسريبات دي قلت لكم اميلات الاميلات دي كان مذكور فيها ان عملية تطوير لعبة سبايدر مان تو كلفت تلتمية وخمستاشر مليون دولار ورقم كان مش طبيعي وكان في اميلات من الادارة بتاعت سوني من خلالها بيتقال ان مفروض ان الستيديو يقلل تكاليف التطوير بتاعت الالعاب بتاعته في الفترة اللي جاية وبسبب حاجة زي كده اتلغى العاب او اتلغى بداية ان هما يشتغلوا على مشاريع العاب جديدة زي لعبة جديدة او لعبة فليه هما ممكن يكونوا صرفوا مبلغ زي ده على لعبة زي سبايدر مان احنا بنعرفش ممكن نقعد نخمن ان في مثلا حاجات هما كانوا شغالين عليها وتلغت وانا فاكر برضو ان حتى الممثل اللي كان عامل صوت فينهم كان بيقول ان تقريبا عشر في المية من اللي سجله مع هو اللي استخدم في اللعبة في الاخر فممكن او يكون في محتوى مقطوع من اللعبة والمحتوى المقطوع ده كلف طبعا فلوس مش هيكون بتعمل بشكل مثلا مجاني ولا بيطلع لهم الهوى لكن في حاجات تانية ممكن تكون رسمية اتقالت من سوني وتحديدا من المدير مالي للشركة في الفترة بعد لما جيم راين استقال وهو كان ماسك بداله بشكل مؤقت لحد لما هيرمان هولست ومش متذكر من التاني اللي كان بيدير سوني بلايستيشن معاه اتعينه في الشهرين اللي فاتوا مهم مدير مالي لشركة سوني اللي هو كان قال ان في حالة صرف فلوس عالية جدا محتاجين ان هما يقللوا التكاليف ويعلوا هوامش الربح راجل كلم عن حيطة هوامش الربح دي كتير جدا وقال ان في استوديوهات عملية الانتاج بتاعتها لازم يعاد النظر فيها شوية خصوصا الاستوديوهات اللي موجودة في الولايات المتحدة وبالاخص الاستوديوهات اللي موجودة في كاليفورنيا يمكن هو بيشاور اكتر على سانتا مونيكا او استوديو مثلا زي انسومنياك اللي هي الاستوديوهات اللي العب بتاعتهم بتكلف ميزانيات كبيرة جدا عدة المية وخمسين مليون دولار فانا زي ما قلت لكم ما استبعدش ان ممكن يكون هما صرفوا مبلغ زي ده ميتين مليون دولار من ناحيتهم على لعبة زي لكن عمتا يعني ايا كان المبلغ اللي صرفوه سوني في الاول في الاخر هو خسارة فادحة جدا للشركة مع لعبة باعت تقريبا خمسة عشر الف نسخة واللعبة في الاخر عمرها ماكملش اسبوع او عشر تيام اه برضو احنا عندنا اشعاعات تانية بالنسبة لسوني ان فيه ريماسترز محتمل احنا نسمع النوم قريب اه اول ريماستر اللي هو بتاع هورايزن اه يمكن مش اول مرة نتكلم عن ان هورايزن زيرو دون اه نزلت في 2017 اللعبة اللي شكلها موكي يكون كلابة عالم مفتوح احسن من العاب كتير في الوقت الحالي واللي موجودة بشكل كويس وشغالة حلوة على بي سي واعتقد انها شغالة ستين فريم على بلاي ستشن فايف في الوقت الحالي اللعبة دي يعاوزين انهم يعملون ريماستر وظهر تسجيل لتقييم عمري للعبة ويعني موكي نقول شبه اكيد كده في الوقت الحالي بما ان اللعبة متسجلة على قوائد البيانات بتاعت منظمة زي ان احنا موكي نشوف اعلان عن ريماستر ده قريب وبيتقال اصلا ان في خلال الفترة اللي جاية يوم الثلاثة اللي جاي تحديدا من موكي يكون في حالة فانا مش اقعد عيد الكلام اللي انا قلته قبل كده عن اه ان وجود ريماستر للعبة زي موكي يكون من اكتر الحاجات الملهاش لازمة اه لو سوني فعلا عاوزين ان هما يقدموا لالعاب تانية عندهم فيه العاب كتير جدا وانا اتكلم عن اللقطة دي بعد شوية بالنسبة الريماستر تانية تم الاعلان عنه لكن الفكرة من ناحية هورايزن الوضع موكي يكون اه مختلف شوية اه لان في ناس كتير جدا اللحظوا الموضوع ده في الفترة اللي فاتت في ناس كتير جدا بيتكلم عن هورايزن انها لها حالة انها زي اللي هو اللعبة سوني بتحاول انها تخشرها في وش الناس باي شكل من الاشكال فيه اهتمام بشكل كبير جدا باللعبة دي واه موكي يكون اللعبة باعت كويس مسلا في الجزء الاول الجزء التاني مش متأكد من مباعات بتاعاته بس اكيد مباعات مش اه قليلة هتكون مباعات كبيرة لكن الفكرة نفسها ان اللعبة مش محتاجة كل ده مش محتاجة انك انت انك انت تدفعها بالقدر الكبير ده واحد انها تكون الماسكوت بتاع اه العاب سوني بلاي ستيشن اعتقد ان الناس كتير جدا سواء حبوا اللعبة او محبوش اللعبة يتفعوا عن اللقطة دي ان سوني محتاجين ان هما يقدموا حاجات تانية غيرها ولكن يمكن مع الموضوع بتاع كونكورد والموضوع بتاع ان هما عاوزين يعل هوايا مش ربح وان تكلف الالعاب عندهم منتفخة اه ممكن الواحد يقول اه يعني هما فعلا بيدوروا على اسرع وسيلة جيب فلوس وحتى برضو بيتقال ان فيه ريماستر تانية هيتم العلانة عنه اللي هو بتاع آآ لعبة ديز جون ديز جون يعني برضو احنا بنقول نسأل نفسي للسؤال ليه يعني يكون فيه ريماستر للعبة زي دي وبيقول ان هما ينزلوا للبي سي كمان يعني وانا حتى الفترة اللي فاتت يعني سألت آآ ناس عرافهم كانوا جربوا ديز جون على البلاي ستيشن فايف وقلت لهم اللعبة هل انتم شايفين انها تستحق انها يتملها ريماستر اللي عرفته ان اللعبة شغالة ستين فرايم على بلاي ستيشن فايف وحالتها كويسة جدا فاللي هو ليه برضو الواحد مش فاهمة لكن فيه لعبة تم الاعلان عن ريماستر ليها وهي لعبة كتنزل على بلاي ستيشن فيتا اسمها فريدون ووردس اللعبة دي آآ مفروض ان الريماستر بتاعها هينزل على بلاي ستيشن فايف والفور وحتى برضو النينتين دي سويتش وهي كانت حصرية لبلاي ستيشن فيتا زي ما قلنا وكانت من انتاج بانداينامكو لكن وجود الريماستر ده لفت نظري اللي ان كان فيه خبر قديم او كان اشاعة برضو ان سوني هتعتمد على انها هي والشركاء بتوعها فيه شركات تانية كانوا عملوا العاب ممكن تكون حصرية لمنصاتها بلايستيشن في السنين اللي فاتت وفي الاجيال اللي فاتت وفيه العاب جديدة من ممكن انها تتعمل من خلال الشركات دي زي على سبيل المثال سيجا او بانداينامكو احنا عارفين ان هما ممكن يكونوا عملوا قبل كده العاب ممكن تكون حصرية لسوني بشكل ما او اخر لكن هما هيعتمدوا على ممكن نقول حاجة زي لينتندو بتعملها لو محد شيكم يعرف نينتندو سعب بتعتمد على شركات او بتعتمد على استيديوهات تانية في انها تعمل العاب حتى الالعاب اللي هي الطرف الاول الخاصة بها يعني على سبيل المثال لعبة اكوز اوف وزدم بتاعة لجند اف زلدا الجديدة اللي هتنزل في خلال الفترة اللي جاية دي مش من تطوير نينتندو دي من تطوير استيديو تاني خارجي ونفس الكلام برضو كان حصل مع لعبة مترويد ريد مترويد ريد من تطوير استيديو اسباني اللي هو ميركري ستيم اللي كان سبق قبل كده عمل جزئين بتوع لعبة كاسلفينيا لورز شادو وان و تو فكانت السنة اللي فادت كان فيه اشاعة ان ممكن سوني انها تعتمد على حاجة زي كده انها تخلي استيديوهات خارجية انها تعمل العاب حصرية بالكامل للجهاز او انها ممكن تدي مسلا العاب تانية من عندها استيديوات خارجية ان هما يعملوها وطبعا وجود بتاع فريدم وورز يخلينا نسأل هل هم ممكن يروحوا الاتجاه ده ولا لا احنا في بداية السنة دي كان فيه نقاش بشكل كبير جدا على موضوع لعبة زي بالورلد وانها ممكن تكون بتسرق فكرة مسلا من لعبة زي بوكيمورن وان فيه انتهاكات لحقق ملكية واستخدام زكاء اصطناعي وان الزكاء الاصطناعي لما استخدم في تصميم اللحوش اللي موجودين جوها اللعبة كانوا ااخد حاجات كتير جدا من اللحوش الموجودة او الكائنات اللي طبعا معروفة في اللعبة زي بوكيمورن وكده فالموضوع ده كان فيه جدال عليه في بداية السنة اول ما بقى الورلد كانت نزلت ولكن في الفترة اللي فاتت نينتندو رفعوا قضية على الاستيديو مطور لللعبة والقضية دي بسبب انتهاك حقوق ملكية ااا حقوق ايه بالزبط او انتهاك لايه تحديدا ايه الحقوق الملكية اللي هم انتهاكوها ما حدش يعرف لحد دلوقتي مفيش ممكن اقول معلومة راضحة حتى الاستيديو اللي مطور لعبة بقى الورلد لما ردوا على الموضوع قالوا انه هم مش عارفين انه هم مرفوعة لهم قضية بسبب ايه بالزبط ايه الحقوق الملكية اللي تم انتهاكها وفيه تخمينات بقى في الوقات الحالي انه ممكن تكون الموضوع مرتضط ببراقات الاختراع ان فيه براءات اختراع كتيرة جدا مسجلها شركة زي نينتندو بعضها سايبة الناس عادي جدا ان هما ممكن يستخدموا الافكار المعمول براءات اختراع عليها وفيه افكار تانية لا لو ممنوع اللمس اقرب من الفكرة دي هنبعت لك الجيش المحاميين بتاعنا فمن المحتمل ان النجاح وتعلاق بالورلد في بداية السنة دي زعى لنينتندو شوية يعني دي تخمينات وانه هما شايفين ان اللعبة دي بتهدد نجاح اللعبة زي بوكيمون خصوصا لالعب بتاع بوكيمون الاخيرة فيه ناس بيقولوا انها بمستوى ما كانش قد كده انا ملعبتاش ما عنديش اي فكرة لكن النظريات لحوالين الموضوع دلوقتي هو ان هما شايفين اللعبة زي بالورلد بتمثل لهم خطر فلازم ان هما يوقفوا وده عن طريق ان هما يقولوا ان هما انتهكوا براءة من براءات الاختراع اللي عندهم وفيه حاجات كثيرة جدا مرتبطة ببوكيمون فلكم انت تخيلوا ان فكرة انك انت في لعبة اللي عندك مكانك كده انك انت بترمي كرة والكرة دي بتصطاد وحش بتدخلوا جوه الكرة نفسها نمتندو عاملة براءات اختراع بحاجة زي كده فيعني زي ما انتوا شايفين احنا عارفين كويس جدا وتكلمتوكم بلكده وانا هستغل فرصة ان اقولكم ان فيه فيديو على القناة عملتوا السنة اللي فاتت عن موضوع براءات الاختراع ممكن تروحوا تشوفوه وتشوفوا الموضوع قدين هو عبارة عن فوضى فيه شركات ممكن تسجل براءات اختراع وما تسيبش اي حد يقدر يستخدم فكرة معمول عليها براءات اختراع زي ما حصل مع نميس السيستم تاع العاب بتاعت شادوف وور وشادوف موردور وفيه شركات تانية سايبين الموضوع عادي جدا وطبعا لينتندو عندها الحالتين فلما نشوف الموضوع هيتطور ليه لان اعتقن الموضوع ده هيكون مثير جدا الاهتمام انه هو نشوف ايه بالظبط اللي تم انتهاكه من ناحية الاستيديو اللي عمل لعبة بالورلد وازاي ننتندو انها ممكن تكون بتتعامل معاه هل الموضوع بسبب منافسة ولا ايه بالظبط لما نشوف بس يعني انا حابب انها وقول لكم على حاجة ننتندو مش هتعمل حاجة زي كده اللي ما ضابنين انهم يكونوا كسبينهم اعتقد يعني فيه تصريح طلع من مدير شركة كرافتون اللي هو ما استحوزوا مؤخرا على استيديو تانجو جيم ووركس واخدوا حقوق لعبة هاي فاي راش والتصريح ده انا شايف شخصيا انه هو عايم شوية يعني ما فيش اي حاجة ممكن نقول انه هم نويين على انهم يعملوا كذا 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 من بعد التصريح ده المهم هو مدير الشركة الف مقابلة معاه ان استيديو زي تانجو جيم ووركس لما ما استحوزوا عليهم واخدوا حقوق لعبة زي هاي فاي راش كانوا بالنسبة لهم اهم حاجة انهم عاوزين يحافظوا على جزء من الليجاسي او جزء من اللي قدموا الستيديو واللي في ناس كتير جدا بتحبوا وهو لعبة زي هاي فاي راش ودي هي لعبة اللي قدروا انهم يستحوزوا عليها وحاولوا انهم ينجزوا بسرعة في عملية الاستحواز وعشان كده ما اخدوش لعبة زي زي ايفل وزين بسبب انهم عاوزين ما يخلوش المطورين اللي كانوا شغالين في الستيديو ده يكون في فترة فراغ في كارير بتاعهم كمطورين العاب انهم مستنين مثلا انهم يشوفوا مثلا وظايف تانية او حاجة زي كده او مستنيين مثلا عملية الاستحواز انها تخلص عشان انهم يرجعوا يشتغلوا تاني في الستيديو لكن هو قال ان عملية تطوير هاي فاي راش تو من الممكن انها ما تكونش مربحة بالنسبة لهم وطبعا الجملة دي تحديدا ناس كتير جدا انه قالوا قالوا بس اهو يعني ده سبب انهم مش هيكملوا هاي فاي راش وانهم ماخدين الستيديو زي ما انا كنت قلت لكم قبل كده يعني في حالة التخوف انهم ما يخلهمش يعملوا الالعاب اللي هما عاوزين يطوروها لكن هو بيقول انه هو حاجة زي كده اه ممكن يحاولوا معاها مفيش مانع انهم يجربوا انهم يعملوا جزء تاني بس انا زي ما قلت لكم هو كلام عايم اه هل مثلا انت ممكن تخلي الستيديو يعمل لعبة زي هاي فاي راش تو وبناء على حرقات انت عملتها مع استيديوات قبل كده زي ما حصل مع الاستيديو اللي عمل لعبة وطلبت منهم انهم ما يستعجلوا في تطوير اللعبة واللعبة طالت مستعجلة من ممكن الكلام ده يتقرر تاني وتيجي تقول لهم لا خلاص ما تعملوش اللعبة زي دي خلاص اركنوا على جنب لعبة زي هاي فاي راش عملونا بقى العاب مالتي بلير ولا ايا كان فزي ما قلت لكم هو الكلام عايم هو ما قالش لا احنا مش هنعمل جزء تاني من اللعبة او ادى وعود ان السلسلة تفضل مستمرة او ان هم هيسيبوا الستيديو يعملوا اللي هو عاوزه وانا ممكن يكون متخوف من حتة ان برضو حتى لو هم عملوا جزء تاني من هاي فاي راش والجزء ده مباعات ممكن تكون كويسة ممكن يجوا يقولوا لا يا جماعة المباعات دي بالنسبة لنا مش مرضية يعني زي ما سكويرانكس بيعملوا كده مثلا مع العلعاب بتاعت وطبعا احنا كنا نبتديني في فيديو ده احنا نتكلم عن ان فيه زي اجتماع المستثميريين كانوا عملوه ويتكلموا عن الالعاب اللي هما يقدموها في خلال الفترة اللي جاية وستيدي ريسبون اكدوا ان في الوقت الحالي هما بيطوروا الجزء الثالث من لعبة جيداي استلسلة بتاعت جيداي فول ان اردر وبعد كده جيداي سيرفايفر واكيد هيكون فيه اسم مختلف في الجزء اللي جاي والجزء ده بيقولوا ان هو هيكون نهاية السلسية دي يعني هما بيقولوا من دلوقتي ان خلاص ما عادش فيه جزء رابع ولا خامس لو ما عاوزين يختموا اللعبة كسلسية واي حد لو لعب جيداي سيرفايفر هيبقى عارف كويس جدا ان اللعبة كانت فتحة مجال كبير جدا لانه يكون فيه جزء الثالث واتمنى ان هما ينهوا بشكل كويس النهاية بتاعت جيداي سيرفايفر كانت نهاية حلوة جدا وتفتح مجال لانه ممكن يكون فيه احداث ممتازة اكتر وممكن تتقدم في الجزء الثالث بس هنتمنى ان يكون معاهم كتاب محترمين يقدر ان هما يستثمروا الموضوع ده بشكل كويس وقدمونا نهاية ممكن تكون مرضية للثلاثية دي ومطورين لعبة كلموا اخيرا عن الديل سي اللي هما وعدين به من السنة اللي فاتت وطبعا بمناسبة مرور سنة على نزول اللعبة فهم كانوا بيشكروا الناس على دعمهم للعبة والكلام ده بس ما قالوش اي حاجة تخص الديل سي نفسه هيكون نظامه ايه او اي معلومات هم مجرد بس بطلبوا من الناس ان هما يصبروا عليهم شوية مع بالما يقدموا الديل سي لان هما شغالين عليه بقدر كبير وبيقولوا ان هما عاوزين يكون مقدمين نفس الكلام اللي احنا بنسمعه مثلا مع تأجيل اي لعبة او حاجة زي كده لكن هما هنزلوا صورة صورة واحدة بس كده من المنطقة فات الديل سي واغنية من الاغاني اللي هتكون موجودة في الاضافة دي وشركة اللي هي اللي بتنشر العاب مستقلة وانا الشركة دي بالنسبة لي ممكن يكون كل سنة لازم يكون في لعبة من ضمن الالعاب بتاعتهم في قائمة افضل الالعاب السنة بالنسبة لي الالعاب بتاعتهم ممكن تكون ممتازة او كانت بقى ممتازة لان للأسف الشديد كل الموظفين اللي موجودين في القسم بتاع انا بورنا انتر اكتف استقالوا وخلي بقى قلت قسم لان هما شركة انا بورنا يعتبروا شركة فيها تحتها مثلا اقصى مختلفة في انا بورنا بيكترز ودول مسؤولين عن انتاج افلام هما انتاجوش افلام كبيرة هما كل شغلهم انتاج بشكل مساعد وفيه بقى انا بورنا انتر اكتف اللي هما بينشروا فيديو جيمز وللأسف هما استقالوا بسبب خلافات مع الشركة لان هما عاوزين يستقلوا بنفسهم ويكونوا بوعاد عن حتة ان الشركة نفسها عاوزة تركز على انتاج الافلام يعني ان كان دي حاجة احنا شفناها في الفترة الفاتت في كلامهم عن ان هما هيكونوا شغالين مع الريميدي جيمز على انتاج افلام ومسلسلات العالم بتاع لعبة كنترول والان ويك فالفريق المسؤول عن نشر الالعاب هما عاوزين يكونوا لوحدهم يكون ليهم الادارة الخاصة بيهم وللأسف الادارة بتاعت انا بورنا نفسها ما هفقوش على حاجة زي كده واستقالوا واعتقد ان حتى لو هما هيكونوا مسلا شركة خاصة بيهم او حاجة زي كده هياخدوا وقت يعني اللي وصلوه انا بورنا جيمز في الوقت الحالي ما وصلوش ليه في لحظة لا احنا بنلاقي نفسنا ان احنا قدام فترة طويلة قعدوا يقدموا فيها العاب مختلفة ويدوروا وورا المطورين المستقلين ويشوفوا ايه المشاريع اللي هما ممكن يدعموها وينشروها ليهم فارجوهم لحالة زي اللي هما وصلوا ليها مؤخرا ممكن يكون محتاج شوية وقت كانت كل الاخبار تخص الحلقة دي اتمنى الحلقة انها تكون عجبتكم طبعا المراجعة اللي جاية تكون لعبة فروس بانك 2 يليها المراجعة بتاعة بتاعة سايلنت هيل 2 ودخول بقى على فترة ممكن تكون مزحومة شوية في الالعاب اللي جاية فعشان انتبهوا عارفين كويس جدا ايه لانها رجو في خلال الفترة اللي جاية والحاطة تعيني عليه هو زي ما وقتلكم سايلنت هيل 2 يليها للغارد للأسف يعني انا مش عاجبني لعروضه الاخيرة بتاعة اللعبة بس يعني لازم منها لعبة وده بالنسبة للكتوبر يعني فبس اتمنى اكون الفيديو ده عجبكم ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وشوكم في فيديو جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة